بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمي العنوان دراسة الاستمرارية رقم واحد أنصح به شعبة العلم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي وشعبة سير لسنة ثالثة ثانوي حيث يقولنا استمرين أن أدرس استمرارية دل أف عند العدد سفر في كل حالة عندنا أف لإكس ماذا تساوي؟ تساوي أن جذر إكس مربع زائد واحد ناقص واحد على إكس هنا لما إكس لا يساوي السفر وآف لإكس تساوي سفر لما إكس يساوي سفر هنا معناه آف لإكس تساوي سفر الثانيا قال كذلك آف لإكس تساوينا القيمة المطلقة لإكس على إكس في جذر القيمة المطلقة لإكس هنا لما إكس لا يساوي سفر وآف لإكس تساوينا إثناني لما إكس يساوينا سفر ما معناه معناه آف لإكس تساوي لنا إثناني إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفسر إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على السؤال على المثال أول قال أدرس استمرارية الدل F عند صفر في الحالة الأولى ليقولنا F لX تسوي لنا جذر X مربع زائد 1 ناقص 1 على X لما X لا يسوي صفر وF لX تسوي لنا صفر لما X يسوي صفر معناه هنا F لصفر تسوي كم صفر إذن هنا نعطي أولا كتعريف أو مبرهنة نقول تكون الدل F كيف هي مستمرة عند A لهو عدد كيف من D F يعني من جمعة التعريف هذا A حيث إذا كان ماذا تقول القاعدة أبنائي F أو Limit نقول Limit F لX لما X يقول إلى A يسوي لنا ماذا F لأ يعني النهاية تدل F عند العدد A يسوي لنا F لأ اللي هي صورة A إذن هنا في مثالنا حتى قال هو أدرس يعني هل تمكن أن تكون مستمرة أولا ننطلق أبنائي لنقول Limit F لX ما هي؟ هي جذر X مربع زائد 1 ناقص 1 على X لما X يقول إلى A صفر تسوي لو نعوذ تعوذ مباشر هنا بصفر تخيلوا كم نجد؟ نجد صفر مربع لهو صفر يبقى لنا زائد واحد لهو جذر واحد جذر واحد كم؟ هو واحد ناقص واحد كم؟ صفر إذن نجد ماذا؟ نجد صفر على ماذا؟ وهنا نعوذ بصفر فصفر على صفر معروفة أنها حالة عدم تعيين تحدثنا كثيرا وقلنا يا أبنائي لما نجد صفر على صفر والذال ليس كثير حدود نستعين بشيء نستعين بشيء لهو العدد المشتق لكن يقول أحدكم كيف العدد المشتق يا أستاذ ركزوا كيف نتعلم مع العدد المشتق نقول هذه ماذا تسوي لنا؟ تسوي لنا لميت انظروا وتابعوا آش لإكس ناقص آش لصفر على إكس ناقص صفر لما إكس يقول إلى الصفر لكن يقول أحدكم الآش لإكس ما هي؟ الآش لإكس يا أبنائي هذه هي نفسها هذه حيث ماذا؟ حيث آش لإكس يسأفونا قلنا آش لإكس يسأفونا ماذا؟ يسأفونا جذر إكس مربعة زائد ماذا؟ زائد واحد لاحظوا جيدا تقول قاعدة وماذا؟ وآش دالة قابلة للاشتقاق عند ماذا؟ عند العدد من هو؟ العدد سفر لأن هذه الدالة آش لو نلاحظ هذه ليس هذه أف نحن نتحدث عن آش دالة قابلة للاشتقاق عند واحد ركزوا جيدا وانتبهوا معي أرجوكم حتى تتعلموا الآن يقول أحدكم وآش لسفر ما هي؟ وآش لسفر هذه هي ماذا؟ هي الواحد ليس ناقص واحد لأن الناقص عندنا من قانون الاشتقاقية تصبح لنا آش لسفر عوض هنا بالسفر تصبح لنا السفر مربع هو سفر زائد واحد هو واحد الواحد تحت الجذر ماذا يعطينا؟ يعطي لنا واحد إذن فهذا يعطينا ماذا؟ يعطينا آش فتحة لسفر وآش فتحة لسفر معناها نأتي لنشتق الدالة آش تصبح لنا آش فتحة لإكس تساوي مشتق الدالة الجذرية ماذا تقول القاعدة؟ هو مشتق ما بداخل الجذر يعني مشتق إكس مربع هو إثنان إكس مشتق الواحد هو صفر على إثنان في جذر العبارة نعود كتابتها اللي هو إكس مربع زائد ماذا؟ زائد واحد إذن الدالة الجذرية تقول قاعدة مشتق ما بداخل الجذر احفظوا على إثنان في العبارة اللي هي الجذر الذي يعطيناه الآن نعوذ بماذا؟ بآش لسفر تصبح آش فتحة لسفر تصبحنا آش فتحة لسفر تساوي عوض هنا بسفر وهنا بسفر قبل هذا يمكن أن يذهب هذا مع هذا فتصبح لنا عبارة ما هي؟ تصبح لنا إكس على جذر إكس مربع زائد واحد الآن قلت عوض هنا بسفر وهنا بسفر فماذا ينتج؟ ينتج لنا صفر على جذر صفر زائد واحد صفر مربع تصبح لنا صفر على جذر واحد ويساوينا ما ذا؟ يساوينا صفر إذن فتعطي لنا هنا العبارة كم صفر هكذا إذن فوجدنا صورة الصفر أو نهاية حساب النهاية عند هذه الدلة F عند الصفر كم وجدنا صفر إذن نعود الآن إلى التعريف نحن وماذا قلنا تكون دلة مستمرة إذا كانت للميت F لإكس لما إكس هنا في مثالنا أين يقول يقول إلى صفر تساوي لنا F لصفر وF لصفر كم قضيت لنا ها هي أمامكم تساوي لنا كم تساوي لنا صفر هل التعريف تطبق في هذا المكان أو النظرية أو المباراة نلاحظوا للميت F لإكس لما إكس يقول إلى صفر تساوي لنا صفر وF لصفر كم أعطيت لنا ها هي أنظروا ف لصفر كم تساوي صفر إذن هل التعريف تطبق نعم فماذا يمكن أن نقول نقول مباشرة ومنه ومنه الدلة F مستمرة عند العدد ماذا العدد صفر حتى نفنجي إذن تكون دلة مستمرة عند صفر إذا حسبنا النهاية الدلة عند ذلك العدد ووجدناها تساوي الصورة صورة العدد إذن الصورة العدد لهو F لإكس تساوي صفر عند إكس يساوي صفر لهو F لصفر كم يساوي؟ قلنا يساوي صفر ها هي أفلي صفر يساوي صفر والنهاية كم وجدناها وجدناها تساوي صفر إذن فالدلة تكون مستمرة عند صفر معناها المنحنة لا يكون متقطع فقط أبنائي هكذا قد أجبنا على هذا السؤال وإذا لم تفهموا هنا انظروا يا أبنائي قلت لما نجد صفر على صفر نستعمل العدد المشتق حيث هنا أعيد حيث هذا يعني بالصفحة ما هذا هو قانون العدد المشتق المال بنيد أشلي x- ash-0 على x-x0 لما x يؤلنا x0 لكن x0 هنا عندنا في هذا التمريض هي الصفر هو الصفر ليس دائما الصفر فهنا بالمطابقة فوجدنا أن هذا هو الدلة هذه هي عبارتها وهذا هو هذا الواحد لهذا harley 0 هو واحد وعندنا هذا هو هذا والصفر لا يظهر لأنه هنا يمكن أن نقول نقل صفر لكن نقص صفر لا دعي لكتابتي فقط ماذا تسوي لنا تسوي لنا هذه الدالة التي اخترناها نشتقها ونعوذ عند الصفر لأن هذه قابلة الاشتقاق عند العدد صفر بعدما أنهينا مع هذا المثال نأتي الآن إلى المثال الثاني إذن المثال الثاني كذلك ندرس دراسة الاستمرار إذن دراسة استمرارية ماذا عند الصفر إذن نحن حتى نقول حتى تكون من F مستمرة دائما أنه عند ماذا عند الصفر يجب أن ماذا تقول قاعدة أنه limit F لإكس لما X يؤول إلى الصفر يجب أن نجدها تسوي لنا F لصفر وفي مثالنا هذه كم أعطيت لنا F لصفر ها هي ليس الصفر إنها الاثناني يا أبناء لاحظوا F لإكس تساوي إثنان لما X كم يساوي سفر معناه لما يكون X في هذه النقطة كما أضع النقطة الحمراء لأن F لصفر يساوي إثنان تعالوا الآن ننطلق قبل أن نتحدث عن هذا الأمر علينا أن نعطي خاصية معروفة للقيمة المطلقة عندنا لإكس لاحظوا إذن هكذا تصبح تساوي إكس على إكس في جذر ماذا إكس لأن هنا في هذا المكان لما عوضنا نعوض مرة بإكس عوض هنا إكس وهنا بإكس فتصبح لنا ماذا تساوي تساوي أن هذا يذهب مع هذا وتصبح لنا تساوي جذر إكس لكن ما هو المجال إذا كان إكس أكبر من الصفر لاحظوا هنا قلنا أكبر أو يساوي لأننا نتحدث مع قيمة مطلقة لإكس لكن هنا انظروا إكس لا يساوي الصفر إذن فهذه التي كانت أكبر أو يساوي يذهب كلمة تساوي أكبر من الصفر حتى تفهم الفكرة هذا المتعلق بقيمة مطلقة لإكس لكن نحن نتعلق بهذه القيمة كاملة حتى تفهم الفكرة لأن هنا إكس لا يساوي الصفر إذن هنا إكس يمكن أن يصل إلى الصفر لأن أكبر أو يساوي لكن يجب أن نقول أكبر تماما من الصفر وعند نا ماذا نأخذ الآن مرة هذا كذلك نضعه في هذا الموضع وفي هذا الموضع مرة نعوذ بإكس ومرة بناقس إكس فاصبح نناقس هكذا ناقس إكس على إكس يقول أحدكم لا كيف المقام لماذا لا تعوذ بنقس إكس لأن نعوذ فيما كان القيمة المطلقة التي فيها القيمة المطلقة التي ليس لا فيها القيمة ما دخلنا فيها ماذا في جذر ناقس إكس هنا لما إكس يكون أو يمكن أن نختزل بعدها يذهب هذا مع هذا سبعين تسوينا ناقس جذر ناقس إكس هنا إذا كان إكس أقل تماما من الصفر لأن هنا أقل أو يساوي لكن هنا حتى نفهم جيدا لأن هنا الأمر متعلق بالمقام المقام هنا فيه إكس هذا ليجب أن لا يدخل معهم الصفر وعندنا كذلك أف لإكس تساوينا إثنان إذا كان الإكس يساوي صفر إذن ونعوذ ونقول هنا تعطينا إثنان إذا كان إكس يساوي صفر فأصبحت كم من عبارة لندلك أصبحت لها ثلاث عبارات يعني ثلاث أجزاء واحد جذر إكس وناقس ناقس ناقس جذر إكس وعندنا إثنان بعدها أبناء الآن ننطلق لنحسب النهاية تصبح لنا لميت آف لإكس لما إكس يؤول إلى الصفر بقيام أقل بقيام أقل أين هي ها هي بقيام أقل ماذا تصبح لنا تصبح تساوي لميت ناقس جذر ناقس إكس لما إكس يؤول إلى الصفر بقيام أقل عوذ الآن هنا بصفر تصبح لنا ناقس في صفر اللي هو صفر في جذر الصفر هو الصفر في الناقس تصبح لنا كم تصبح لنا صفر هذا الأول عندنا الآن لميت آف لإكس لما الإكس يؤول إلى الصفر بقيام أكبر بقيام أكبر ها هي العبارة هي هذه تصبح لنا تساوي لميت جذر إكس لما الإكس يؤول إلى الصفر بقيام أكبر عوذ الآن هنا بالصفر ماذا تعطي لكم تعطي لنا الصفر هل دالة مستمرة أم لا قلنا هل مستمرة الكثير يقول نعم يا أستاذ لا لأننا قلنا limit F ل X لما X يؤل إلى صفر يجب أن نجدها كم 2 حتى تكون لأننا أعطيت لنا هنا 2 نقول limit F ل X لما X يؤل إلى الصفر تساوينا الصفر ولا تساوي F لصفر لأن F لصفر تساوينا كم تساوينا 2 إذن فإن الصفر لا يساوي الاثنان ومنه الدالة F كيف هي غير مستمرة عند ماذا عند العدد صفر لاحظتم يعني يتكون مثلا منحنة هكذا ثم يتقطع ثم يكمل يعني في هذا المكان لا يمكن أن يكون مستمر بهذه البساطة أظن أن الفكرة قد وصلت إحذروا أن الكثير يقول يا أستاذ مستمرة لا لما حسبنا النهاية كم وجدناها من اليمين ومن اليسر من اليسر سفر من اليمين سفر لكن قلنا و F ل X تساوينا 2 عند X كم يساوي يساوي السفر هل تحقق التعريف هذا؟ لم يتحقق بما أنه لم يتحقق فإن نهاية من اليمين تساوي من اليسر ولا تساوي صورة صفر بالدلة أفلية 2 إذن نحكم مباشرة على أن الدلة غير مستمرة عند العدد سفر في كل منحنة متقطع هناك وفي الأخير أبناء وبنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة طهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ أمور الدين ليصلكم جددا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ورده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته